يا اهلا وسهلا في الفيديو ده هنتكلم فيه لو انت جيت تفتح الاكسل بزعك لقيت الصورة دي الفايلات بتاعتك كلها بقت من غير علامات والخطوط اللي بين الخلايا ممسوحة موضوع موضوع جدا خصوصا لو انت مبتدئ الموضوع ببقى سخيف لكن خلينا نسهل عليك العملية اغلب الحاجات هتلاقيها موجودة في ال view tab ال view tab بتدوس عليه كده بعدين بتلاقي التلات حاجات دول تلات حاجات دول grade lines هي عبارة عن الخطوط اللي موجودة في ال excel زي ايه زي دي كده بالضبط انت الخطوط اللي بين الخلايا يسميها grade lines بتدوس على كلمة view بعدين هتلاقي علامة صح متشالة من جنبيها بتدوس عليها طيب دي اول خطوة والارقام الموجودة على اليمين والشمال هتلاقيها ممسوحة بالنعمل ايه مندوس heading هتلاقيها رجع التاني طيب لو فيه formula bar هنا او فيه مكان بتقدر تكتب منه ال equation او المعادلة اللي انت عايز تستخدمها هتلاقيها في formula bar فوق برضه موجودة فوق دي شوية نصايح لو لقيت مرة واحدة ال excel درب منك او حاجة حصلت بوزط لك الشغل بتاعك هتلاقي فيديوهات كتير اوي على ال channel على القناة بتاعتنا دي شوية تساعدك تتعلم في دي او دي اتين من شوية حاجات تساعدك في ال excel ممكن توفر عليك موجود كبير اوي اوي